مرحبا بكم وجددا في حصتكم حصة وسيلة وتدبيرها إذن موضوعنا اللي اخترته للسيدات اليوم هو كيفية تنظيف الأدوات الكهرومنزلية يعني حتى نحتني بها ونحتفظ بها مدة أطول إذن تبعيني سيدتي باش نوري لك الخطوات اللي لازمة في تنظيف هاد الأدوات إذن واش نتسحقه في تنظيف هاد الأدوات أشياء بسيطة جدا يعني ومتوجده في البيت يعني ما فيهاش حاجة كبيرة بزاف أول شي نستحقه منظف أواني عادي نستحقه يعني بوسادون حبل عادي نغسله به يعني الماعن وعندي هنا خبز يعني محمص ومرحي شابلوغ وعندنا منشافة ملاشيف يعني يتسحقوها اللي متوجده عندك في البيت وممكن يعني تستعملها لكن تكون نظيفة إذن نعود ولي قلنا أنه اليوم يعني حنقول لكم كيفاش نطفو الأدوات يعني الكهرومنزلية يعني يستعملوها في البيت أكيد ما كاش بيت خالي من هذه الأدوات خاصة يعني المدرب لباتر ولا لميكسير تانا ولا يعني أنواع وحد أخرين كيما لبلندر ولا أي شي عندك في المنزل يكون يعني يمشي بالكهرباء إذن أول شي أول شي أول شي باش يعني تغسلي يعني ولا تنطفي يعني نفضل نستعمل أنه كلمة ننظيف لأنه هذه الأدوات ما يتغسلوش رح نقول لكم علاش لأن نطفوها قولنا باش نطفين لازم تتأكدي أنه الآلة ديالك يعني كي تستعمليها راح تقطعي الاتصال يعني بالكهرباء راح تدبرون شي بهم ونتأكدوا أنها رحي باردة كليا أكيد ما نجح ينقدرون يعني نطفوها وهي في موصولة بالتيار الكهربائي ولا رحي سخونة هذا لأنه يعني ممكن تدربنا تري سيتي ولا يعني ممكن هي تنحرقنا إذن وش نديرو مثلا أكيد نطفو المدرب راني استعملت المدرب أوكي وش عندنا في المدرب عندنا المداري بدياونه هادو ما يعني هادو ما باش نغسلوهم هادو ما عادي نقدر نحطوهم تحت الماء ولكن قبل ما نحطوهم تحت الماء راح نديرو نطفوهم غير منظف تاع الأواني ياك وبالحبل ونعني نحوه دكتور الصوبات اللي تقعد فيه وبعد ذيك نشله بالمعادي ونشفوه بمين شافه لازم دائما نكونوا حارسين يعني ننتبهو لكل حاجة نديروها خاصة هاد الأدوات لأنه إذا طاحوننا ولا يعني تشقوا ولا ما نقدروش نستعملوهم مرة أخرى يعني راح يعني يندروا كمبلتما إذا وش نديرو؟ قلت لكم كمثلا بالنسبة للباتير أنا راح يعني نغسله بمرضيف الأواني عادي ثم أنا راح نشله تحت الماء هادو يقدر يدخلوا لأنهم ما فيهم حتى حاجة ممكن يتلف هالما ونشفوهم بمين شافة عادية هادا بالنسبة للمضارب أما الموتير يعني بالنسبة للباتير هدايا فأكيد ما نشحين نقدروا نحطوه تحت الماء لأنه على شو كان نحطوه راح يدخلوا الماء ويفسده لكم الموتير راح يروح فيها يعني كي تجو حين تشعلوه يونو تخيفوه ممكن يعني تكون فيه يونماس ولا ممكن يعني راح يتنحرق الدخل من الداخل وما يقدرش ما تقدرش تعودو تستعملوه يونو تخيفوه إذن هنا وش نديرو؟ يعني ما كان حاجة بسيطة جدا نحكمه من شافة عادية نبلوها بشوية تعلمه ونمسحوه من بره هذا ما كان لأنه هدايا ما وش حي تلحق له الترصوبات ممكن كي يكونوا ندربوا مثلا بيض أو ينكخام ولا فارنا راح ينطاشيوه يعني بمن شافة عادية فقط وشوية تعلمه راح يريحة جوزي عليه من الفوق وتمسحيه وتخليه ودائما كي تكمليه حطه إلي عندك علبة ديالو أنا ننصح أنه العلبة بتاع هاد الأدوات ما نرموه مش لأنه نحن عندنا هذيك الطبيعات تعني شروها وبعد نقولوها العلبة حتش دلي بلاصة إذن لا هذي فكرة خاطئة من المفروض أنه كل آدات نخلوها ون نخبوها في العلبة ديالها ونحطوها في مكان آمن باش الأطفال كذلك ما ممكن يحبوا يجبدوهم يلعموا بهم ويكسرهم لنا يعني هكذا باش نحتفظوه حنا دائما مع التوفير يعني والاقتصاد هذا بالنسبة للمدرب أما بالنسبة للميكسير الميكسير مجي كيف كيف أكيد كنا نستعملوه يعني باش نرحو به لسوپ ولا لليبوري ولا وش نديرو أول شي أنا راح نحولو نفصلوه الموتور من البرا وغنية وغنية كي نفصلتوه هذا كيف شو نحن نديروه نحن نبدال لكم بالموتور يعني دائما مسح وقلنا يعني منشافات تكون نقيا نبلوها بشوية تعال ما فقط ممكن تحبو ديروشها بيكابونات يعني لك حاجة تعم سبكة ولا يعني شوية بيكابونات في فيما وندخلو المينشافة تعالنا ورا راح نمسحو الموتور ونتأكدو أنه يعني من شي نعمره بالما يعني شوية نبلوها غير شوية قسمة نقدروا نطفو هذي كتر الصوبات إذا قصناها من الفوق بلا كي دينا تكون ملطخة بالزيت ولا بحاجة داسيما ولا إذا ما علينا غير نديروها هذي العملية ننمسحوه بتليق يعني مش مخ شوية مع شوية بيكابونات هذي مكان ونحطوه بجيه أما بالنسبة اللي بغا هنا فأكيد هذي ثاني مرانا شح نقدروه نحطوه كيمال مدارب تحت العين ونغسله بالمنظف الأواني إيتو علاش لأنه شوف هنا لو كان نحطوه ممكن لما يدخل داخل وما يزيج يمشي يعني كينجو حين بلاسيوه مع الموتور ديالو راح ورا ينصيبوه فاسد خاطر علاش المراء والداخل راح يمنعو يعني باش دور لأنه هذا هو اللي ساعد الشفرة باش الدور يعني هنا يلازم نغسلوه غير ما ننسيه كيفاش نستحفظو عليه ومنقيسوه من المهنية كامل لأنه هنا موش يلحقوه والو يعني مكان له نروحو نحطوه تحت العين ولا نغسله بالمنظف الأواني هنا واش تهمنا لبغتي اللي تهمنا هي التحتانية هذا لبغتي خاصة الشفرة إذن واش نديروه هنا ممكن شفوه وراه وديق يعني هنا نحك محبل ونحكوه هنا بشوية تعموه النظيف الأواني أما الداخل هنا استعملو بغصاده ما تقدريش تحت خافي إلي أنه ممكن يعني من أجل إحتيات ندخل صبعي هكذا الشفرة راح تقطع لك صبعك ونقوله في مشكلة واحد أخرى إذن إحنا يا باش نطفوه بطريقة صحيحة راح نبعدو كوملات ما هدل يعني أصابعنا من الشفرة ونستعمل فورشة أسنان هكذا شوفي وتحكي هكذا يا وبعدها نشلو عادي ونمسحوه ونخلوه يقطر ونمسحوه ودائما نقول لك رجعيه داخل كما نقولوه العلبة دياله حتى يعني تأكدي أنك رهو في أمان كما قولوه فسكو لابوت هذي يعني سيتون سيكوريتي بو هدى الليكتروني نارجين يستعملوهم خطر هده يعني هذي أدوات بزاف خاجيل يعني بها يعني لازم يكونوا ونحن تاني حاضرين بالبزاف أما بالنسبة لبلاندور كنديرو فيهم كذلك ليسوب وخاصة اللي جو مع أنه فصل أربع راو دخل وصخانة راهي لحقا فهدا نحبو نخدموا لي جو خاصة يعني في البيت لأنه حاجات تكون يعني على بلنا وش ننديروه حاجات نقياه إذن باش ننطفوا البلاندور كذلك الموتور هدا ما يحتاج أنه نطفوه حاجة عادية قعد حاجة لي فيها الموتور قلنا من شافة مبلولة وكمية صغيرة تع بيكاربونات وممكن أنك يعني تلغي البيكاربونات لكن وش نديرو ما نشح نطفوه هاك دايا راح ننحو لطاس يعني تعلو بلاندور الطاس هدايا نحو لشابو ديالو وكذلك شوفوه يجي ديق ويطلع عرض من فوق إذن وش ننطفوه هنا راحن هنا ممكن يعني من بره نستعمل الحبل ومنظفتها الأواني ونشلو عادي اوكي ولداكي لكن الشفرة هدية دي فانصيبوا فيها ترسوبات مثلا إلا رحينا مثلا خوخ موز ولا راح ليلي سقف القاع ديالو وش راكي راح تديره هنا يا إذن إحنا قبل ما نغسلوه وانه مورما نحو مثلا عصرت فيه موز عصرت فيه خوخ عصرت فيه شي تاني نحو العصير ولا يعني الفاكية ولا الخوضة اللي درناها راحي لداخل كانت الترحات نحطوها بجيه ونرمو لداخل خبز مرحي هنا علاش هنحن نرمي خبز مرحي لأنه كي نعود نرجعه لداخل مورما ندري للخبز المرحي كي ندوره هدي كتر الصوبات اللي تكون في القاعرة راح تولي كعاجينة الخبز هده كي بده يدوره رايح يطمها لي كعاجينة فبالتالي سيسهل العمالية أني ننزع هدي كتر الصوبات اللي تكون لداخل وكذلك بالنسبة للشفرة كانين حاجة مهمة أنه ما تنسيوا الشفرة هدي ممكن يعني ما توليه ما شي ماضية فبالتالي هاد الخبز راح يزيد يمضيهنه ممكن نديرو خبز مرحي ممكن نديرو شوية تعروز لكن ما نكتروش شوية كذلك لأنه الروز معروف عليه أنه يمضيه لي الشفارات ولا الأشياء لحدة الأخرى إذا قلنا نديرو الخبز المرحي لداخل ونعودو ندوروه بوق كالكو سيقوند من بعد نحي لشابو ديالو وبقوسات ملعقة وراني رايح نخرج هدي كتر الصوبات ونغسلو الداخل بالحبل والمونات ضيفتاع الأواني عادي ونشلو مليح وثانا لداخل القاع ثاني باش نحكو ممكن ما ندخلش قلنا دائما تفاداو أنه ندخلو أصابعنا بواسطة هاد الفورشته راح تسهلك العملية وراني رايح نحكو الداخل يعني وننشلوه ونبعد نحطوه نقلبوه هكذايا نخلوه يعني باش يقطر مليح ونبعد نمسحوه من الداخل ومن البرة ونخلوهش تاني الماء يقيسوه هنا نفس الشي بالنسبة كيمة الميكسر ما نخلوهش يعني كما نقوله يتقاس بالماء وبعد تيك نشفوه علش نقلبوه لأنه لو كان نغطوه ونخبوه بلا ما يقتر من الداخل ممكن تولي فيه رائحة راح تقعد فيه الرائحة تعالبقايا تعالطعام ولا تعالخضار ولا الفواكه اللي درناها لداخل إذن وبعدها نمسحوه مليح ودائما نرجعوه فلعه البدياله ونخبوه في مكان آمن كين شي آخر بالنسبة يعني لهذه الأدوات كلها أكيد فيها يعني خيط هكا تعتري سيتي هاد الخيط حنا تاني في بعض الأحيان ما نعطوهش أهمية نحكمه مثلا كيمة هكدا المدرى بتاعنا ولا ورانا رايحين نخبوه بهات الطريقة عشوائية هكدا ونحطوه إذن لا علاش لأنه ممكن يتلف هنا علاش لأنه كي نحطوه هكا كعشوائيا ونحطوه هادا راح يتكسر فبتالي تيال الكهربائي ماروش راح يلحق اللوموتر وما يخليه شي يمشي إذن وش تدري له حاجة سهلة هكدا رانا رايحان نحطوه هكدا غير هكش في اللويه هكدا هي مارا كيتشوفه وبعدك نجيباني لاسي كلها خيط ولا نربطوه ونخبه هكدا يعني هكا باش نتأكد أنه الآلة ديالي هادية يعني نضفتها مليح واستحفت عليها حتى تشدلي مودة أطول وقلنا احنا دائما ما نحبوش نبدرو نحبو دائما نعطوكم نصايح باش تقدروا توفروا وحاجتنا يعني نعتني بها خاصة السيدانتي يا ربط البيت فبتالي هاد الأشياء كامنت لي لازم تنتبهي لها إذن أنا أقول لك قعدي معي وسيلة وتدبيرها حتى نساعدك أنك تكون ربط بيت بامتياز إذن نقول لك إن شاء الله يعني تكوني استفدتي من تدبير اليوم وأنا راح نتلقى بك عدد آخر إن شاء الله